بسم الله الرحمن الرحيم نواصل سلسلة حلقات دروس علم لغة العربية موجهة لتلاميذ سنة أولى بكراريا علم درس اليوم العدل وسيكون عندنا في درس العدل نلاحظ صورة العدل ثم إعراض العدل بالنسبة لصورة العدل للعدل لأربع صور أربع صور هي المفرد العدل الذي يأتي في صورة المفرد ثم العدل الذي يأتي في صورة العطف المعطوف ثم العدل المركب ثم ألفاظ العقود بالنسبة للعدد المفرد العدد المفرد نأخذ من العدد من ثلاثة إلى عشرة وسأقول لماذا استثمينها واحد واثنان مع العلم أنها تأتي في صورة المفرد أول من ثلاثة إلى عشرة العدد يخالف العدد المعدود يخالف العدد المعدود فلو قلنا مثلا جاءنا ثلاثة ضيوف جاءنا ثلاثة ضيوف نعلم أن ضيف كلمة ضيف هو اسم مفرد مذكر ولذلك نحن جئنا بالعدد مؤنة خالف العدد المعدود خالف العدد المعدود إذن العدد في صورة المفرد يخالف معدوده إذا كان المعدود مذكرا يأتي العدد مؤنة نقول جملة أخرى مثلا فيها المعدود مؤنة نقول مثلا في الفريق مثلا سبع لاعبات في الفريق سبع لاعبات لحظ سبع جاءت في صورة المفرد وقد جاءت مذكرا لمادق لأنها خالفة المعدود لأنه مؤنة وهكذا بالنسبة لإعاب العدد فإنه يعرب حسب الموقعي في الجملة في الجملة الأولى إذا قلنا جاءنا ثلاثة إذن جاء في المعد مبني على الفتح ونا دال على الجماعة في محل النصبي المفعول به وثلاثة فاعل المرفوع يضم الضائر على آخره مؤخر يعني تأخر على المفعول به وضيوف تمييز مجرور بالإضافة لأنه ويز العدد ثلاثة ومعدة ثلاثة ضيوفه قد مر معنا في الدرس السابق حتى تمييز بالنسبة للجملة الثانية في الفريق سبع لاعبات في الفريق شبه الجملة من الجاري والمجرور في محل أفعين خضر مقدم وسبع مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم الضائر على آخره ولاعبات تمييز مجرور بالإضافة وهناك وجه إعرابي آخر لا ممكن أن نقول لاعبات تمييز منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنة سالم إما أن يعرض مجرورا بالإضافة أو يعرض تمييزا منصوبا وعالمة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنة سالم نعلم أنه يمصوب بالكسرة هذا بالنسبة للعدد المفرد من ثلاثة إلى عشرة بالنسبة للواحد واثنان لا تستطيع أنه لأن العدد واحد واثنان لا يخالف العدد المعدود بل يطابق العدد المعدود يطابق العدد المعدود وغالبا يأتي العدد بعد المعدود مثلا نقول في القسم ثنتاني من البنات لا هنا ثنتاني هالتاء التأميد في المتنى لماذا أن البنات متنى وفي القسم ستعرض إعراض الجملة التي سبقتها أنها خبر مقدم شبه جملة وثنتاني مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمتنى ملحق بالمتنى ومنع حرف جم والبنات تنييز مجرور بحرف الجرم تنييز لأنه ميزن نقط أثناثة وهكذا بالنسبة للصورة الأخرى هي صورة العدد المركب ننظر إلى العدد المركب ثم نمر إلى العدد المركب بالنسبة للعدد المركب النفسي نقوله من 13 إلى 19 إلى 19 نستطني العدد 11 والعدد 12 وسنقوله لماذا بالنسبة لهذا العدد يخالف العدد المعدود في جزئه الأول يعني وكأنه نلحق بصورة المفرد ويخالفه ويطابقه نعم ويطابقه في جزئه الثاني ويطابقه في جزئه الثاني بعدها الصغيرة صغيرة الحجم ويطابقه في جزئه الثاني لاحظوا عندنا مثلا جملة لاحظوا نحفظوا عن جملة مثل ما سابقا نقوله مثلا في الفريق مثلا ثلاثة أو نقوله ورقة آخر نقوله مثلا ستة عشرة لاعبا لاحظ في الفريق ستة عشرة لاعبا لاحظ قلنا بأنه يخالف العدد المعدود في جزئه الأول جزء أول هو ستة العلميين يعرفنا جزء الوحدات لاحظ أن ستة تخالف لاعب لاعب مذكرة ستة تتمؤنف تأتي عشرة لاحظ ستة عشرة لاحظ أنه وطابق أول إذن هنا يخالفه هنا يطابقه يطابقه في جزئه الأول ويخالفه في جزئه الثاني إذن لاحظوا بأن في الجزء أول هناك مخالف والجزء الثاني هناك مطابق إذن الصور التي نأخذ في صورة العدد المركب أن الجزء أول يلحق المفرد والجزء الثاني فيه بالنسبة للإعراب يعرض بالبناء نقول في الفريقي خبر مقدم و 16 كالعربة كاملة لاحظوا مبني على الفتح مبني على الفتح في محل رفع أو مبني على فتح جزء أو الجزء الثاني نقول مبني على فتح جزء أو الجزء الثاني في محل رفع مبتدأ مؤخر وطبعا لا تمييز لنا العدل تمييز منصوب وعيد الإعراب في محل رفعين خبر مقدم و 16 مبني على فتح جزء الثاني جزء الثاني يعني لا يمكن أن نقوله في الفريقي 16 أو في الفريقي 16 ثم تأتي مبنية على الفتح ولذلك نقوله تفزم هذه الحالة دائما البناء على الفتح مبني على الفتح في محل رفع حتى ولو أتى حتى ولو أتى المبتدأ في هذه الجملة مثلا بناسخ في حالة النصر فإننا نقوله مبني على الفتح في محل نصر ولكن هنا لأنه لا يوجد أي نصر مبني على الفتح في محل رفعين مبتدأ مؤخر ولاعبا تمييز منصوب بقليلا المشكل الآخر اللي قلنا دي الاستثناء احد عشر واثنى عشر إذن المسبل هذه مثلا يقول الله سبحانه في سورة يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والأمع رأيت أحد عشر لاحظوا رأيت أحد عشر كوكبا نلاحظ أن هذا الحكم لا يصل على العدد إحدى عشر أو أحد عشر لماذا؟ لاحظوا أحدة جاءت مطابعة لكوكب جاءت في حالة أش التذكير مذكرة لأن الكوكب مذكرا وعشرة مذكرة لأن كوكب مذكرا إذن فهذه القاعدة لا نطبق على أحد عشر بل نقول أن العدد يطابق العدد المعدودة في جزئه يطابق العدد المعدودة في الجزئ الأول والجزئ الثاني وبنسبة الإعراق نفس الإعراق نقول أنهم مبنيون على فتح الجزئين في محل نصبي مفعولون منه حتى لو أنهم في حالة نصبي نقولون مبنيون على فتح الجزئين لأنه رأيت فعل وفاعل رأيت فعل مبني على السكون لاتصالي بالتعليم متحركة وتعليم متحركة في محل رفعين فاعل وأحد عشر مبنيون على فتح الجزئين في محل نصبي وكوكب تمييز منصوب بالنسبة الاثناش المشكلة في الإعراق أن العدد المركب يعاد مجزئا مجزئا مثلا يقول الله طابق طابق العدد المعدود في جزئي طابق العدد في جزئي المعدود المعدود أثنين مؤنت وعشرة مؤنت أيضا بالنسبة للعراب ما نعلم كما عربنا من 13 إلى 19 أو العدد من 12 أو العدد من 11 بل نقول إنفجرت فعل ماء مبني عن الفتح وتأتيت ساكلنا محل إذن جزئه cop ؟ لو zadنا جزءه ملحق بالمتنى مرفوع بالالف إذن أعي كلم المقر سابقا انه فاعل يعني مبنيه على الفتح في محلي رفع وعليناه طبعا تمييزه منصوره اذا هذا هو المشكلة في اعراب في حالها نكتفي بهذا القدر ان شاء الله في الحصة على ان تكون الحصة الثانية لجزء الثاني من صورة العدد وهو العدد المعطف والفاضل العقود الى ذلكم الحين استودعكم الله